السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر كل ما هو منسوب إلى الأنبياء والأوصياء إلى أهل بيت الرحمة إلى عباد الله الصالحين صلوات الله عليهم أجمعين يجوز التبرك به هذا من جنس التبرك وسيرة المسلمين قائمة جيلا بعد جيل خلفا عن سلف على التبرك بآثار الصلحاء سبحان الله يعني ألم يكن المسلمون يتبركون بنعلي رسول الله صلى الله عليه وآله بل أكان شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله قبل فترة هذا الشيشان حاكم الشيشان من يعرف اسمه؟ قاديروف قاديروف زين ضجت الشيشان عن بكرة أبيها قبل كم سنة على أساس جاي لعاء أو كأس يزعم أنه هذا الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا أنا كاذيب وقا ضج الشعب كله خرج جابوا بالمطار جايبين يمكن من لندن كان هذا الكأس على أساس فجايبين إلى لندن جاي الرئيس والوزراء والحاشية ويبكون وينتحبون والشعب كله خارج بالطرقات ورافعين هذا الكأس هكذا على أساس أنه هذا الكأس الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين أنه هذا مما يتبرك به فهو واحد يروح يتبرك يأخذ هذا الكأس يدعو أثناء شرب هذا الكأس إن صدق وصح أنه شرب به النبي صلى الله عليه وآله فللمرء المسلم هكذا هي القضية إنما الأعمال بالنيات ما هي نيتك لا تكن عمريا نزعة لا تكن أحمقك عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لما ذهب إلى الحج مشهور هذا مشهور هذه الحادثة أنه وصل إلى الحجر الأسود وقال له أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك هذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله لا أحمق إذا كان الحجر لا يضر ولا ينفع هو هذا الحجر فكيف قبله رسول الله يعني رسول الله فعل فعلا سفاهة والعياذ بالله لا يمكن لا بد أن هناك حكمة ومغزى لا بد أنه يضر أو ينفع طبعا بإذن الله عز وجل وهو حجر صحيح وهو حجر يعني أنت حين تقول هذا الكلام كأنك تسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا عجب عمر يسيء إلى رسول الله عادي عنده زين الآن ما دمت أنت لا تعتقد أنه يضر له لماذا تقبله يقول لأن رسول الله قبله إذن هناك مغزى هناك حكمة من وراء ذلك وقد بيّنها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الحجر هو من حجر من حجر الجنة أصلا كان الحجر الأبيض هو من آثام الناس صار أسود من كثر ما يلمسونه الناس الأهل الآثام فهذا الحجر الله عز وجل جعله شاهدا على الخلق يوم القيامة الله ينطقه كل شيء ينطق يوم القيامة حتى جلودنا تنطق صحيح أم لا تشهد علينا الحجر هذا ينطق فيشهد لمن جاء حاجا أو معتمرا وقبله يقول إلهي أنا أشهد لفلان ابني فلان هذا جاءني وقبلني خلص صار له نفع أم لم يصر صار له نفع فإذا لا نكون هكذا كعمر نفكر بالأمور بطريقة حمقاء هذه الخرقة وهذا العلم اللي أنت تشوف اللي هو علم أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام هو بذاته لا يضر ولا ينفع بذاته لكن بإذن الله عز وجل من باب البركة لماذا؟ لأنه منسوب إلى ولي عظيم من أولياء الله الصالحين وهو قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام ما قصة هذه الراية؟ ما قصة هذا العلم؟ هذا العلم الذي كان فوق قبة مسجده حرمه الشريف لفترة من الزمن سنة أكثر أقل فببركة وجوده على هذا المكان الذي يذكر فيه الله عز وجل والذي حوى هذا الولي من أولياء الله الصالحين المؤمنون يتبركون بهذه الراية بهذا العلم يعقدون فيه عقدة ويسألون الله عز وجل حاجتهم حتى تقضى إنما الأعمال بالنيات هذا عمل لا تنهى عنه الشريعة بل هو من الشريعة إنه جنس التبرك بهذه الآثار فما الإشكال في ذلك؟ ما البشاعة في ذلك؟ نريد أن نفهم هذا غباء منكم أن تفكروا بهذه الطريقة رجاءً ارتقوا في فكركم الإسلام دين الروح دين القلب لا دين الجمود والعمرية الجامدة الخشناء صححوا أفكاركم نعم موسيقى